السلام عليكم الجزء الثاني من محاضرة الكارديومايوباثي أخذنا بالجزء الأول ديليتد والحيبراتروفي كارديومايوباثي النوع الأخير من الكارديومايوباثي ورستركتف كارديومايوباثي من اسمه رستركتف يعني there's a restriction to the movement of the wall of the ventricle ورستركتف مع الكارديومايوباثي أسبابه إما فيبروسيز أو ميليدوزيز فإذا الفيبروسيز أو الأميليدوزيز سيخلي الwall of the ventricle stiff بما أنه الwall of the ventricle stiff يعني بعد ما يصبح عنده داستول بشكل صحيح فيصبح امبير داستوليك فلنقى of the ventricle by blood يعني معناه أنه ال ventricle البطين ما ينترس بالدم بشكل صحيح during the ventricle وذاك يساعدهم diastoric dysfunction إذن wall of the ventricle is stiff impaired ventricular falling فيصاعدهم diastoric dysfunction وبالتالي كمية الدم تكون قليلة هناك ثلاثة نواعة من Arrestrictive Cardiomyopathy Amyloidosis Endomyocardial Fibrosis Leffler Endomyocarditis طبعاً The Most Common of These Is Endomyocardial Fibrosis Endomyocardial Fibrosis خلننطب بالAmyloidosis l-amylodosis ما جايه؟ جايه من Deposition of Amyloid in the tissue l-amylodosis Deposition of Amyloid in the tissue شنو ال-amyloid هو أب نورمال بروتين أب نورمال بروتين وحيانا النورمال بس جسد ما يقدر تخلص منه لأنه الكونفغراشن ما أردت يسمو بيتا بليتشيت فالمهم هذا الأب نورمال بروتين يمكن أن تستخدم من الناس لذلك سيكون أكومولات في التشو فممكن أكومولات في أي شئ وممكن أكومولات في التشو فإذا عدنا نوعا من الأملوديز عندنا سيستيميك أميلوديز وعدنا سنال كارديك أميلوديز السيستيميك أميلوديز يعني هو السيستيميك ديزيز فنلغي أميلويد لينفعyi بالذرة والبينكرياس والكيدني واله tiedنة والبور أمر ك pouch سيؤוך في تشو الف revise وه krijgen أميليوت فقط inaner في الجسم فقط في جسم وهذا يسمى صنايل كارديك أميلوديوزيز صنايل لأنه أصدر صنايل يعني كلمة عن الأرض كارديك لأنه أصدر وميلوديوزيز صنايل كارديك أميلوديوزيز مهلا الاندو ميو كارديل فائبروسيز مناسبة من التعبير هذا يكون عادة اندوميك ديزيز عدد في أفريكا عادة أن أبكت إلى chile than a young adult من اسمه endomyocardial fibrosis يعني accumulation of fibroces oh sorry involvement of endo and myocardium بس يأب بلغة myocardium السبندوكارديا هذا قريب من endocardium فيساعدكم endocardial and subendocardial fibrosis والفائبروزيما أفكت أيضا لأنه قريب من الاندوكارديام أفكت ذالب خصوصا الميترول والتريكاسبيت فهذا يؤدي لكم بالنهاية أيضا إلى الريستركتف كارديوميوباثي لأن الووض سيكون ستف الووض سيكون ستف إذا نعيده الاندومايوكارديال فائبروزيما في أفريكا أفكت شدون أفكت ويؤدي إلى فائبروزيما فيكت الاندوكارديام والصب اندوكارديام والميترول تركاسبيت والفائب وبالتالي أنت بيشت برستركتف كارديوميوباثي طبعا نكوز الاتيولوجي ما معروف بعض الاندوكارديام والميترولوجي ما معروف يعني الارجين من الفائبروزيما هو وقسم يقول لأ أكون نترشنال ديفجنسي ويؤدي إلى فائبروزيما لوفلر اندومايوكاردياتيس هذا رائر ديزيز عادة هو أحد ايوزنوفيلك انفلاميش يعني يبدأ ايوزنوفيلك انفلاميش معروف الميترولوجي مايوكارديام هذا الانفلاميش يوى ايوزنوفل ايوزنوفل يحضر بفائبروزيما طبعا هو الانفلاميش ايضا مع نكروزيما مايوكارديام في الموميسر حضر بفائبروزيما يصير نفس النهاية رستركتف كارديوميوباثيما وهذا الانفلاميش ايضا ايضا ميورل ثرومبي ميورل ثرومبي يعني ايضا يساعدهم ثرومبومبولزم ميورل ثرومبوزيما ايضا ترى مثلا ايضا تشخص ايضا ايضا تشخص ايضا ايضا تشخص ايضا ميورل ثرومبوزيما هذا الاحمر القطع الحمر المايوكارديام هاي البيل بينك امورفوس ايضا تشخص ايضا ايضا تشخص ايضا ايضا تشخص ايضا احيانا هاي طبعا السبغة تكون هوموجينوس يعني متجانسة يعني تكون متجانسة هوموجينوس زين يجيني واحدة ثانية هاي شوان فرق عن الفيبروسيز الفيبروسيز التفريق الفيبروسيز اللي هو عبارة عن عن الاميلوديوزيز بواسطة استين نسميها كونجو ريدستين الكونجو ريدستين هاي الصبغة تصبغ الاميلويد فقط فصبغون التشو بالكونجو ريدستين ويستعملون فالنوع من المايكروسكوب يسموه بالكونجو ريدستين يعني بالكونجو ريدستين هذا الكونجو ريدستين المدين ينطي ويف لنث معين بحيث يخلي الماتيريال الفراكتال تنطي لون اخر شنون احنا من نسبه كونجو ريد نجيب التشو نفحصه بالكونجو ريدستين بالكونجو ريدستين بالكونجو ريدستين اذا كانت اميلويد سينطينا لون نسميه ابلغرينبير فرنجز ابلغرينبير فرنجز هذا اللون هاي شوفوا هاي المايوكروديال فايبر لونها فاتحة كلش دي تشوفون هاي المناطق الخضرة الخضرة المصفرة تقريبا هاي كلها اميلويد فإذا كونجو ريد هي سبيسيفيك ستين فور اميلويد وعادة نستعملون اللايت ميكروسكوبي يعني مو المجرى الاعتيادي فإذا هنا البييوبسي يفيدكم البييوبسي هنا يفيدكم البييوبسي كما أن الكارديو مايباثي بانواع الديلاتد والهايبرتروفيك والريستركتب نجعل المايوكارداتيس مايو كارديا يعني إم Laura إتس يعني أمريكوется ف المايوكارداتيس أن أمريكوبي أمريكوة الأمريكوة أسباب منañاس وعنما أنانفكوهم حدثه مثلよう إمراق Romanian وفي ال sole acceptance من قوكساكي بي يتعاون کوكساكي بي فيروس ليقم مايوكاردياتيس طيب هكذا امير والفو equals أوهبي죠 الفوهما ها كلها ممكن تسبب لنى ماكراداتس بس الموس كمان كوكساكبي وذا موس كمان infectious cause of ماكراداتس هو كوكساكبي بوتوزوة او باراسايت اكل 3T حفظوها 3T T تربانوسوما T توكسوبلازمة T تراكينيلا سبايرالس تراكينيلا سبايرالس الاسباراتشيت اللي في التابة بكترية خصوصا البورلية برق دوفيري برق دوفيري تسوي ليم ديزيز هذا سيستميك ديزيز حتى انبوك the CNS والهارت إذن هاي الانفكشيال cause of ماكراداتس الانفكشيال cause عادة تقسم الى autoimmune disease او hyper sensitivity reaction يعني حساسية تحسس عادة hyper sensitivity reaction تسميها hyper sensitivity ماكراداتس hyper sensitivity ماكراداتس يعني يكون hyper sensitivity reaction تجاه ادراك تجاه دوء معين ادراك الاوتومين ديزيز الاوتومين ديزيز مثالها systemic lupus erythematosus systemic lupus erythematosus ويظهن اكو ديزيز يسمو polymyositis هذا اوتومين ديزيز افكتو the muscle usually the distal muscle of distal extremity اكلينيكا ليشون يجي المريض يجي المريض باشكال مختلفة variable presentation variable presentation احتمال يكون المريض اسمتماتيك ويصبه مع كراداتس ويعبر هو محاص ولا مراجع الطبيب لانه اسمتماتيك هذه واحدة ممكن يجي المريض بشيس بين ديزنيا فيفار يعني يقول لك أنا كان عندي مثل فلاونزا وصع عندي شيس بين وديزنيا فيسوه لاشعات صدر كل شيء ما بي ياخذوا لإيكو يلقون اكو ديكريز ejection fraction فيبدون يشكون يجوز هذا يصار مع كراداتس زين اذا اول واحدة اسمتماتيك الثانية مالت سمتم فيفار جيس بين فاتيق ديزنيا بالباتيشن ممكن يجي المريض يبدي فلولك سمتم بس انت رأسا بهارت فيولر يجي رأسا هارت فيولر هارت فيولر ممكن يجي رذيميا عدم انتظام ضربات القلب وممكن صدن كارديك ديث يموت فجأة يعني يسخن ليومين ثالث يوم يموت هل تشاهدون الميزة 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 طبعا اذا تذكرون الميزة يسوي كارديو مايوباثي هل تشاهدون في بداية المحاضرة هل تشاهدون كارديو مايوباثي يسوي هل ترجعون لها في بداية المحاضرة طبعا ستنشخص الميكرو داتيس بالمايكروسكوب يعني بالبيابسي يعني بالإندو مايكروديال بايابسي حتى تقول هذا البيش عنده ميكرو داتيس لازم عندك علاقتين العلامة الأولى لازم عندك انفلميشن انترستيش انفلميشن العلامة الثانية وهذا كل مهمة لازم عندك ميوسي انجري مصد انجري فإذا لازم عندك انفلميشن ومصد انجري المكان السبب هو لمفوسي مايكرو داتيس هل ترون المواركور داتيس ميلاكرو ديس ميلاكرا د фотограф مايكرو داتيس باقي منه لماذا لازم الل现在 لازم لاroom الل71 انفلميشن الفله و سن احد بل ترون انفلميشن ب trains اللyl noi اه Lud بس إذا ميلي ميلي يعني خليني نقول 80% منه لمفوسايت نسميه لمفوسيتك ماكرو داتس زال إحنا قلنا الماكرو داتس كود بي ديو تدرك هايبرسيفتي راكشن هاذا سمينا هايبرسيفتي ماكرو داتس هنا الهايبرسيفتي ماكرو داتس كاركترايز باي مصر انجري بس الانفلميشن العلامة الأولى الانفلميشن ميلي يوزنفل يعني هو ميلي يوزنفل الانفلميشن شون تشوفوها بالمجهر تشوفوها باي لوبت نوكلياس يعني فصا من نوكلياس والسايتوبلاسم غرانيولار رادي غرانيولار فهي ايوزنفل هاي فرق عن اللينفوسايت والنيتروفل انها تكون حمر طخ حمر طخ والنوكلياس باي لوبت فكل ايوزنفل فما نشوفون من تشوفون مصر انجري باي لوبت نوكلياسم وهذا الانفلميشن باي ايوزنفل تذكرون دراج راكشن طبعا نكو ايوزنفل ممكن السبب باراسايت ممكن السبب باراسايت ممكن السبب الارجي وممكن يكون اديوباثك طبعا بس من تشوفون ايوزنوفال هواي ذكرها برسفتي ميكورداتيس جانت سيل ميكورداتيس من اسمها شكو اكو جانت سيل ملتو نوكليات جانت سيل اهناش يشوفون دينشوف مصر ماذا بيها المصر انجري شوف هاي بارت افضل مصر ما باقي بها شيء يعني ما اكوله بالانفلميشن اهن الانفلميشن مكست لينفوسايت على مايكروفيج حتى اذا ندقق نقل نترافل بس شنو الميزة من هذا الانفلميشن اكو جانت سيل هذه ملتو نوكلياتي جانت سيل جانت سيل انا خلايا عملاقة ملتو نوكلياتي جانت سيل هذا جانت سيل ميكورداتيس ليش عزلون؟ إنه ملتو نوكلياتي حتى بعضهم يعتبروه ملتو نوكلياتي جانت سيل ميكورداتيس بس عزلون؟ لأنه رائر ولأنه تشخص بشخصة يعني البيشن اللي شخصوه بجانت سيل ميكورداتيس عادة حتى ويا العلاج ممكن يعني يرجع للمرض ويتوفى جانت سيل ميكورداتيس طبعا هاي جانت سيل مين جاية بسبب اتحاد الميكورداتيس فتنتجنا جانت سيل جانت سيل ميكورداتيس تربانوسومة توكسوبلازمة وتراكنيلا مثل ما تعرفون التوكسوبلازمة داء القطط نرجع على تربانوسومة اللي تربانوسومة كروزي تسوي تشاكاز ديزيز او حتى يسموها احيانا داء النوم هاي الباراسايت ممكن طبعا ننفوف البرين ممكن ننفوف دفرنت أورغان بس من ضمنها الهارت من ضمن الهارت فهنا دي نشوف مايوكارديام مايوكارديال هنا بنص الميوكارديال سيل اكو كليكشن او راون سي تركتر سمول تاني راون سي تركتر هاي الراون تاني سي تركتر هي الباراسايت التربانوسومة كروزي فهذا البيشن شخصه بشاكاز ديزيز او او تخريتنا بسي تركتر اذا طادتكم عدة امثلة طادتكم الميوكارديام الطادتكم مايوكارديام جانسل وطادتكم مثال على الانفكتشوس ماكروديتس كبارسايت أورغانيزم شاكاز دزيز أو شاكاز ماكروديتس بذلك انتهت المحاضرة شكرا جزيلا